المحاضرة رقم 40 من محاضرات الأبرلم المحاضرة رقم 5 من محاضرة الفور ارم والمحاضرة رقم 4 والأخيرة من محاضرات المصورز فور ارم بالمحاضرة السابقة تقاربنا على Superficial layer of posterior compartment muscles of posterior compartment of 4 arm اليوم سنتقرف على المسلز of deep layer of posterior compartment of 4R تابع الفيديو موسيقى 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 تابعوني المحاضرات كاملية الأبرلم كل الأبرلم لحد الآن بأعلى يمين الشاشة تقدرون توصل لكل المحاضرات قلبوا على الأقل حتى تعرفون ما الذي تم شرحها لحد الآن هذه أول نقطة النقطة الثانية مثل ما تعرفنا ببداية المحاضرة اليوم سنتكلم المسلز of posterior compartment of 4R الجزء الثاني ومكملين مع الاكستنسر موسيقى أو ببساطة المسلز of posterior compartment of 4R تعرفنا بالمحاضرة السابقة على أن المسلز of posterior compartment of 4R are arranged in two layers superficial layer وال deep layer بالمحاضرة السابقة تعرفنا على superficial layer اللي كان عبارة عن six muscles تعرفنا عليهم بتفاصيلهم ولكن الآن حاب بعمل مجرد revision سريئة عن ذني المسلز أول مصل كانت عندنا هي البريكيالس sorry البريكيوراديالس اللي كانت بالانتيرير aspect لل4R ولكن هي تنتمي لل posterior compartment وهذا الشيء عرفنا سببه بالمحاضرة السابقة هذه البريكيوراديالس من بين أيضا من ال posterior aspect وتعرفنا أيضا على extensor كاربيراديالس longest هذه extensor كاربيراديالس longest وتعرفنا على شيء اسم الكامون extensor tendon وتعرفنا على extensor كاربيراديالس previous وال extensor ديجي توروم وال extensor ديجي توروم وهذه الاكستنسر ديجي تورم وهذه الاكستنسر ديجي تيمينيمي وأخيرا هذه هي عبارة عن الاكستنسر كاربي هذه كانت كل العضلات اللي تعرفنا عليها بالمحاضرة السابقة هذه العضلات أخذت هي أكثر وقت لحد الآن من العضلات الفورام أخذت وقت لأنه لها أهميتها وبها كان كثير من التفاصيل الآن ننتقل إلى الجروب الثاني من العضلات اللي هو ديب لاير أو ديب جروب ديب لاير أو ديب جروب رح نأخذ أول عضلة هي عبارة عن السوبانيتر مصل أول شيء أريد أفهم عنها وأيضا أريد أعرف السبب تسميتها طبعا إحنا كسبانيشن أساسا أعمل للعضلة أو سوري أعمل السوبانيشن للفورام السوبانيشن ببساطة أنه تكون الانتيرير اسبكت يعني أبين الانتيرير اسبكت للفورام من أعمل برونيشن أبين البستيري اسبكت للفورام بينما من أعمل Subination راح أبعيني الانتيريور أسبكت وهذا الشيء نعرفه مسبقا من الجنرال أنتون ميفى فكرة Subination بالنسبة أنه مو بشي الجديد فك Subinator Muscle طيب احنا Subination من المسؤول عنها المسؤول عنها عضلتين العضلة الأولى اللي هي البايسبس والعضلة الثانية اللي هي Subinator Muscle ليش ما سمينا البايسبس أنه هي Subinator لأنه هي مو المين أكشن مالتها ك Subination هي تساعد أساسا بالSubination أما Subinator Muscle فهي المين أكشن مالتها راح يكون Subination أساسا هي متعمل غير Subination فهي كانت أجدر وحدة بأنه تحمل تسمية Subinator Muscle بهذا المعنى دائما سبب التسمية تذكره حتى تعرفون تستذكرون العضلة للأساس Subinator Muscle هي عبارة عن Sheet Like Sheet Like Muscle عضلة يتكون لها الشكل مثل الورقة أوكي Envelopes راح يتغلف أوكي يتغلف الجزء من النك أوف دا ريديس وجزء أيضا نوعا ما من الهد أيضا راح يتغلف جزء من الهد وجزء من النك وجزء من الجزء من الشفت البوستيرير أو سوري البروكسيما بالنسبة للهد إنه هي ما تغلف ولكن يعني من البوستيرير لي راح يكون إلى حد ما راح تغلف جزء من عنده والنك أيضا راح تغلف جزء من عندها والشفت أيضا راح تغلف جزء من عندها ولكن الأهم بما يخص الراديس الراديال هد إنه هي راح ترتبط ببعض الليجامنت اللي تكون الراديو ألنر جوينت هذا الشيء راح نتعرف عليه هنا لو نلاحظ إنه هذا هو عبارة عن الهيوميرس وقاعد ترتبط السوباينيتر بالهيوميرس وقاعد ترتبط هنا راح يكون عندي هذا الرادياس راح يرتبط بالألنة ويرتبط بالهيوميرس من يرتبط بالألنة أكو شيء اسمه الانيولر ليجامنت هذا الانيولر ليجامنت هو اللي راح يغلف الرادياس حتى يعمل البفوت جوينت أو البفت جوينت هذا البفت جوينت أو سوري هذا الانيولر ليجامنت راح ترتبط بالسوباينيتر وأيضا عندي الراديال كولاترال ليجامنت أيضا راح ترتبط بالسوباينيتر هذني الليجامنت أو ذن هذه ستركترز راح نتعرف عليه إن شاء الله بالمحاضرات القادمة ولكن ضرر إنه نتذكر إنه السوباينيتر ماصل فقط هذه البعلومة نتذكرها ونخزنها الآن السوباينيتر ماصل ترتبط ببعض الليجامنت اللي ترتبط بالرادياس وأيضا ترتبط بالرادياس الرادياس راح يمثل بالنسبة إلها الدستل أتاجمنت أوكي الدستل أتاجمنت طيب هذه المعلومة انتهينا من عندها بما يخص الجنرال ديسكريبشن عن هذه العضلة أما المعلومة الأخرى اللي أيضا هي تحت عنوان الجنرال ديسكريبشن راح يكون إنه السوباينيتر مصل السوباينيتر مصل السوباينيتر مصل راح تنقسم إلى two heads superficial head و deep head منه اللي راح يحدد إنه من هو superficial و من هو deep اللي راح يحدده هو عبارة عن deep branch of the radial nerve هذا عبارة عن deep branch deep branch of the radial nerve between its muscle fibers يعني راح يدخل ما بين muscles fiber أو muscle fibers لهذه العضلة و يقسمها إلى جزئين واحد superficial واحد deep طيب الآن هذه المعلومة تبين عندي بشكل دقيق هنا عندي هذا هو عبارة عن deep هذا هو عبارة عن superficial head superficial head راح يرتبط بال humorous من proximally راح يرتبط بال humorous و distally راح يرتبط بال radius بينما deep head راح يرتبط بال الم proximally و راح يرتبط بال radius distally يعني distally يعني distally راح يكون الهن نفس attachment فهنا راح يلتقن distally و راح يتفرق proximally طيب اه ايضا عندي attachment of the muscle اوكي الattachment معلتها طبعا اخذنا الattachment قبل شوية ولكن ضروري انه نعرف مكانه على الأظم نفسه احنا نعرف انه هو بالهيومرس ولكن وين بالهيومرس بال بال lateral apicondyle tip of the lateral apicondyle ببساطة و ايضا راح ترتبط ك proximal طبعا هذا كله ك proximal attachment ال proximal attachment ايضا راح يكون بال بال lateral aspect من جزء من lateral aspect اللي هو عمليا راح يكون بال subinator request و subinator من اللي هي عمليا راح تكون هنانا نوعا ما اه ايضا مالتها راح تكون اه بال the radius طبعا مثل ما راح شوف مبينه انه عندي هنانا لو اللاحظ مبينه انه هذه هي ارتباط subinator وهذه ايضا هنانا subinator مرتبطة من الانتيرير يعني اقدر اشوفها من الانتيرير اه aspect اما بالنسبة ارتباطها بال radius فرح ترتبط بجزء من الانتيرير اه من الانتيرير surface ومن ال posterior surface ومن lateral surface of the radius راح ترتبط بكل ذني اوكي وكل ذني راح ترتبط فهذه العضلة distal attachment مالتها لو اللاحظ انه هو الى حد ما كبير وهذا يضطينا indication انه العضلة الاكشن مالتها قوي بهذا المعنى اه ايضا ك relative position وهو شي جدا مهم معتادين انه دائما هاي الكلمة سموها من عندي relative position عن اي structure موجود بالجسم شي جدا مهم اه السوبينيتر مصر راح تمثل الروف ايضا الفلور من الروف الروف سطح فلور معناه ارضية الفلور of the cubital fossa هي والبركياليس راح تمثل الفلور of the cubital fossa وايضا وايضا لو اللاحظ ان هذا هو عبارة عن deep branch of the radius of the radial نيرف قائد يقسمها الى deep و superficial الانرفيشن الانرفيشن للسوبينيتر مصر راح يكون عن طريق deep branch اماليا هو منطقين مفرود يكون deep branch of radial nerve لانه راح يمر من خلالها و الروتس مالاتها راح تكون C7 و C8 بشكل major C8 الان المين اكشن ادنى للسوبينيتر هو عبارة عن السوبينيشن للفورار السوبينيشن هاد ساني عندي مفرود ستكون هذه فبهذه الوضعية الفورارب راح أقول عليها مفرود سوبينيشن مفرود سوبينيشن ايضا هذه السوبينيشن مصل هي حبارة عن المين للفورارب البايسبس ايضا مثل ما قلت تعمل ولكن البايسبس تكون للف Past ان لاحظ هذه هي الفاست موفمنت اما السوباينيتر مصل فتعمل للسلو موشن سلو موشن وهي راح تكون المين يعني هي عبالة قوية زاوية العمل بالتها او زاوية زاوية مالتها الزاوية اللي تشتغل بها راح تساعدها على انه تعمل تعمل سوباينيتر بقوة لهذا السبب هي المين سوباينيتر ولكن راح تكون الان ننتقل الى الاوتيكروبينج موسيز او قبل الاوتيكروبينج بالضبط شنو هو اه لو نلاحظ اندي انه هذه عبارة عن صورة موجودة على الفاوربوينت انا اريد اسوي لها كروب اوكي كروب شنو معنات انه معنات راح اقتص جزء من عندها وابقي جزء واحد فاريد اقتص كل هاي العضلة او كل هاي الصور وابقي بس هاي انا الان اللي سويت اشنو سويت كروبينج اوكي سويت كروبينج الان هذه الصورة اريد اشيلها واضلقها فسويت اوت كروبينج بهذا المعنى سويت اوت كروبينج لجزء من هذه الصورة نرجع كونترول زت الحمدلله اكو كونترول زت بالموضوع فنرجع كونترول زت ونرجع نكبر الشاشة حتى نكمل الشرح فامليا مسألة الكروبينج والاوت كروبينج احنا فهمناها ولكن هذا شنو علاقته بذني المسلز ذني المسلز لو نلاحظ انه موجودات ديب الى السوبرفيشل لاير هو اساسا ذني المسلز اه مكونات الديب لاير ولكن هنا ما يكونن بالديب لاير كومبليتلي لازم اكو جزء من ذني المسلز يطلع ايصر سوبرفيشل شلعن هذه الاكستنسر ديجي تورم والاكستنسر كاربي رديالس بريفوس والاكستنسر ديجي تيمينيمي والاكستنسر كاربي النارس كل ذني هنا عبارة عن السوبرفيشل لاير اوف السير كومبارتمنت اوف فارعن الديب لاير هنا عبارة عن ذني المسلز ذني جزء من ادهن خارج خارج اوكي خارج ذني يعني طالع من السوبرفيشل يعني طالع من السوبرفيشل لير وصير خارجهن يعني بمعناته طالع من تحت بساطهن باختصار او من تحت غطاهن بعض المعنى وايضا دني المسلز الثلاثة اللي هنا الاوت كروبينج مسلز اللي رح تعرف بقع شوية على اسمائهن صارت سوبرفيشل اوكي صارت سوبرفيشل لاتندنس اوكي صارت سوبرفيشل لاتندن مالتن لهذا السبب سميناهن اوت كروبينج مسلز فالتسمية المفروضة تخليني اتذكر الالتفوزوشن مالتن ولما ايجا نذني المسلز بالامتحان اقدر اعمل الهن ايداتفيكيشن بسهولة لانه هذه الدسمية الاوت كروبينج مسلز المفروض تطيني فكرة ما تخليني انسى ذني المسلز الان نتعرف على ذني المسلز شنو معانيهن وبين النار الضبط اول وحدة ادنى اللي هي الابدكتر بولوشز لونغس مصل هذه هي الابدكتر بولوشز لونغس مصل مرتبطة بجزء من مرتبطة من الفور ارم وجاية للحاند هذه معناها شنو ابدكتر معناته تعمل ابداكشن الملوشز البولوشز منه جائع من بولوكس جائع من ثم البولوكس معناته ثم بولوكس باللاتن معناته ثم بالانجلس فتعمل ابداكشن الملوش ليش لاونغس دفع participate يعني بمعناته ادنى الابدكتر م Level 180 الان احنا الابدكتر موجودة بالفور ارم الابدكتر ملوش ل twist عضلات الهند فهذه هو مرتبطة مرتبطة بال اللي هو بينما عندي العضلة الثانية اللي هي رح تكون يعني احنا هسا هذه هي الآن من ننتقل من اللاترال للميديال مباشرة جست ميديال لها رح تكون عندي معناتها للثمب لأنه عندي لازم اميز ما بين لانه ثانية او ثانية عملا نفس الشي واحدة سميها طيب هذي الأضلة لوين ترتبط ترتبط بال اما العضلة الأخيرة اللي هي Extensor المست ميديال من ذني اللي هنا ثلاثة ولكن لما نتجه من البروكسيمال للديستل فأول واحدة رح تكون عندي عبارة عن الاب وعندي بعديا واخير واحدة رح تكون عندي ال اه طبعا ال رح ترتبط بال الدستل رح ترتبط بال ال ال اللي هو الآن هذي الصورة طبعا مو كلش واضحة هذي الصورة ولكن على الأقل اتبيني اسماء المسلز بشكل أوضح هذي قعد ترتبط هنا هنا وال الاكستنسر بريفز قعد ترتبط هنا المفروض تكون بال ال بروكسيمال بايس أوف دا بروكسيمال فيلنكس وال الاكستنسر بولوش لونغس قعد ترتبط بال دستل فيلنكس ببساطة الآن ك اه اداتشمنز أو دا مصول هذي الصورة فقط رح توضح لكل ال اداتشمنز اللي مع هذيني المصولز اول وحدة ال اب داكتور بولوش لونغس مصول قعد ترتبط من البوستيريار لي قعد ترتبط بال البوستيريار سرفيس أوف دا أوف دا رادييس جزء من البوستيريار سرفيس دا رادييس وترتبط بالانترو اسس ممبرين وأيضا ترتبط بالعلم فبروكسيمالي هذه العضلة ارتباطها قوي لأنه هي كابدكشن للثمب هي المين ابدكتور للثمب وأيضا قوية قوية العضلة قوية مضعيفة سترتبط بالباس أوف دا فارست متا كاربال بون بينما الاكستنسر بولوش بريفس راح ترتبط بجزء من الراديس ويعني راح يكون ارتباطها جسد امفيريور أو جسد ديستل للبوركسيمال اتاجمنت للأبدا كتر ورح ترتبط ايضا بجزء من ال من ال الانتروس مربرين طيب أما ديستالي فرح يكون الارتباط مالتها بالباس أوف فرست بروكسيمال فيلنكس طيب أما عندي الاكستنسر بلوش دونكس فرح ترتبط بهذه المنطقة اللي هي صار ايضا جسد انفيريور لال ال ال الابدا بلوش لونكس انفيريور صار لها أو لبروكسيمال لها سوري ديستل لها ولكن راح تكون على الميديل سايد وليس على اللاترال سايد أما ديستال اتاشمت مالتها فرح يكون عبرة عن البيس أوف البيس أوف فرست ديستال فيلنكس بهذا المعنى أما أدي ك الهن فهذه الشيء يعني احنا فهمناه مسبقا انه الهن أساسا عرفناه واني فصلت ولكن عندي مهم انه تترتب المعلومة بهذه الطريقة أول شيء أخذت عرفت سبب تسمية العضلات كل واحدة من عدهن شنو سبب تسميتها وسبب أساسا انه آني جمعت بمجموعة وحدة سميتها هذه التسمية مو من عندي هذه التسمية من المصدر نصدر مسميهن بهذه التسمية حتى يجمع لانه اكو قاسم مشترك ما بيناتهم وأيضا عرفت انه التسمية مالتهم هذا الشي رح يساعدني بالمين بكل عضلة وهذا الشي جدا مهم أما النقطة الثالثة وهي تعتبر من أهم النقاط هي لذني العضلات العضلات ذني صيرات سوبرفيشل للتندن أو يعني مغلفات جزء مغضيات جزء جزء من جزء من لذني مثل ما قاعد اللحظ وهذا الشي عرفنا من المحاضرات السابقة أما عندي طبعا ذني مغلفات بالبلي مالت يعني هذا الأحمر اللحم نفسها أنه مغطية مغطية بينما مغطي 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 بالبلي لا مغطي مغطية ما قاعد يغطي مغطي هذا المعنى وهنا أنا أيضا على ما أعتقد أوضح و عندي المعلومة أقدر أسوالها يعني أقدر أخلي هذه المعلومة جينيرالايزد أعممها أنه سيكون بالنهاية كل المسل الموجودة رح تكون لتنقل هذه المعلومة نستطيع أن نعملها أما كأه الذي يذني العضلات بالنسبة لها فمن للدستل أول وحدة ومن ثم بينما لو اريد اتجاه من الاترال للميديال فهذه راح تكون عندي الاول واحدة راح تكون وبعدها وبعدين راح تكون عندي اما من الميديال للاترال فرح اعكسها الاترال راح تكون اول الشي بعدها وبعدها بمنتهى البساطة اما عندي او خلي نقول تندنس شيث مال هذاني العضلات فعندي تندنس شيث اوكي يبلش انسوية ومن يريد من يريد ان يوصل دستلاتش من مالتهن بالاتاتش من مالتهن راح ينفاصطا الابدكتر بلوش راح تكون هي اول واحدة وبعدها راح تكون الابدكتر راح توصل بعدها اه طبعا هنا مو كلش مبين الامور مو كلش مبينها ولكن المهم عندي انه الهن نفس الكمبارتمنت هذا الكمبارتمنت مالتهن راح يكون نفس الكمبارتمنت اللي يعامله الاكسسر تيناكله مع الراديس راح يعمله الخاص بهن فرح يكون ببساطة هو الموست لاترال كمبارتمنت الموست لاترال كمبارتمنت والتندنس مالهن راح يكون هو الموست لاترال ون الmost lateral on من ما بين الم impedين مımıز يجب المarness كلمر ومنا شارج qui ints أما كانت جad هذا هو سيكون هذا تنين مالتا ويكون كلمر كلمر الخاص بيها هذا هو كる يكون كلمر وحد لهذا المنطقة ولو اريد ارتبهن فهذه رح تكون بالاول الاتصف الاول الاكستنسر بسرعة وبعدها . وبعدها راح يكون شيء اوضح يعني ان ذني العضلات او ذني الـ tendance شيء اضمالتهم هذا رح يكون مع الـ extensor polishes previous وهذا الاكستنسر polishes longest وهذا عندي الاكستنسر polishes longest بهذا المعنى هذا الـ هذا الاكستنسر previous وهذا الاكستنسر longest بمنتهى البساطة بالنسبة للـ الـ اللي هو الـ طبعا الـ راح تكون C7 والـ هو المين اما كمين لكل ذني المسلز لذني 3 اول واحدة ادنى البلشة من اسمها يعني راح تعمل الـ ابداكشن هذه الـ ابداكشن للثمب الـ ابداكشن للثمب يعني راح تعمل extension للـ proximal phalanx مثل ما قاعد نشوف الـ هذا هو المتاكاربو لو تلاحظ هو عمليا هي صعبة هذا الـ جوينت الآن اللي قاعد يتحرك لو أريد نثبت هذا فهذا هو الكاربو هذا المتاكاربو فالانجيال جوينت لو تلاحظون انه قاعد يتحرك طبعا ما قاعد اقدر حركانه بشكل منفرد ولكن هو هذا الجوينت اللي رح يشتغل عليه أيضا هذه العضلة الخاصة أيضا رح تشتغل على المتاكاربو sorry الـ متاكاربو جوينت فهي عملية رح تشتغل على two..." gest المتاكاربو phalanجيال جوينت اللي هو الجوينت اللي يصير ما بين distal euh ما بين proximal phalanx اللي هو هذه و المتاكاربول bueno فعمليا престوب هذا هو الجوينت. اما الجوينت الثاني فرح يكون هو الكاربو متا كاربو جوينت سوري الميتا كاربو الكاربو متا كاربو جوينت صحيح جدا بالبداية. طيب. اما عدي الاكستنسر بولوشز لونغس فرح يكون المين اكشن مالتها. اه طبعا رح تعمل اكستنشن من اسمها الكاربو يعني هذه عملية لو اريد اثبت هذه. فهذه الحركة قاعدة تقوم بها الاكستنسر اه بولوشز اه لونغس. هذه الحركة قاعدة تقوم بها الاكستنسر بولوشز لونغس. فهي تعمل اكستنشن للدستل فيلنكس اضد انتر اه فلانجيال جوينت. وايضا ممكن تعمل على ايضا ممكن تعمل على الاكس اه الميتا كاربو فلانجيال جوينت. وايضا تعمل على الكاربو متا كاربو جوينت. يعني حتى نفسرها الان نتفق على نقطة. العضلة الاولى اللي هي الابدكتر بولوشز دونغس رح تعمل ابداكشن للثمب. هذه الان هذه الوضعية رح قاعدة تكون هي ابداكشن للثمب. ولكن على اي جوينت قاعدة تشتغل قاعدة تشتغل على الكاربو متا كاربو جوينت. لانه هي ما توصل غير بس لهنانا. لباس اف ده فرس متا كاربو بونت. فبالنهاية ما رح تقدر تشتغل على غير على الكاربو متا كاربو جوينت. اما العضلة الثانية اللي هي الاكستنسر بولوشز بريفيس اللي هي هذه الوضعية تعمل على المتا كاربو جوينت. هذا الجاينت اللي هيawa determin Thongięت وهنا انها هذه الوضعية لروح ستعمل على هذا الجاينت. وايضا ستعمل على الكاربو متا كربي جوينت. ستجيييييييتو جوينت. أما العضلة الاخيرة التي هي الاكستنسر بولوشز فسرح تعمل على هذا الجاينت بالضبط اوكي. يعني هي رح ترتبط هنا بالدستل سنتعمل على هذا الجوينت وعلى هذا الجوينت وعلى هذا الجوينت سيكون هذا الكاربوميتا كاربال جوينت وهذا متا كاربو فلنجل جوينت وهذا انتر فلنجل جوينت هذا الشيء رح نتعرف عليه بمحاضرات الجوينت ولكن انه لطيف انه يكون عندنا معلومات وسبقة قبل ان نتجه الى البارت الخاص بالجوينت اما كالتاست انه شو رح نقوم بالتاست لذني المسلز اول مصل اللي هو عبارة عن الابدكتور بولشز لونجس رح نعمل ابدكتشن للثمب اغانست رزيستنس اتذى متا كاربو متا كاربو جوينت يعني رح اخلي ايدي هنا او اصبعي هنا ورح اعمل ابدكتشن ببساطة الآن العضلة عندي قوية اوكي عضلة عندي قوية قاعد تعمل ابدكتشن هي عضلة قوية مو عضلة قليلة اف اكتنج نورمالي احنا رح نقدر نعمل بالبيشن طبعا يعني لو تلاحظون هذا التندن هنا فهو التندن مالتها صار هنا فرح اقدر اعمل بسهولة اوكي رح اقدر اعمل بالبيشن لتندن مالتها بسهولة سهولة كان بي سين and palpated and palpated at the lateral يعني lateral aspect او lateral side للاناتوميكال سناف بوكس الاناتوميكال سناف بوكس واشوير نتعرف عليه بشكل دقيق اكثر واكيد التندن مالتها قاعد يكون lateral على lateral side صار على lateral side يعني لو نلاحظ هذا هنانا رح يكون lateralي لهنانا فصار على lateral side ل التندن of the abduck of the extensor wallaceous previous اما الا extensor wallaceous previs شون اعمل لها تست اكيد رح اعمل رح اعمل الها رح اعمل extension في أكتنج نورمالي رح أقدر آني أعمل بالبيشن للتندن مالتها من الاناتوميكال سناف بوكس بمنتهى البساطة ورح تكون على الميديال سايد للتندن أما العضلة الأخيرة اللي هي فرح أعمل اكستنشن للثامب هذا الانترفيلانجيال جوينت رح أعمل بسهولة هذه هي اكستنشن عضلة لو تلاحظون قوية عضلة قوية ليس بالعضلة البسيطة يعني عضلة قوية فقاعدت تعمل اكستنشن في أكتنج نورمالي أنا رح أقدر أتحسس هذا لو تلاحظون هذا هو عبارة عن التندن مالتها هذا التندن مالتها رح أقدر أعمل من الاسكن يعني رح يكون على يعني رح يكون على يعني رح يكون على الاناتوميكال سناف بوكس مبين بوستيريرلي أو ميديالي رح يكون مبين ميديالي أو يعني بوستروميديال الآن ننتقل إلى الاناتوميكال سناف بوكس شنو معنات اناتوميكال سناف بوكس تعرفنا احنا عليها قبل شوية أو عمليا أنه ذكرنا اسمه ولكن ما فسرنا ببساطة أنه لو تعملون تعملون هو بشكل أساسي حتلاحظون وجود هذا الشيء أوكي هذا أنه التندن مال رح يعمل شيء مثل 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 هذا البوكس هنا لو يعني لو أكو رح أقدر أتحسس الريديال أوكي الريديال لكن لازم أخليه أصب عين من قاعد أحسبي أوكي فهذا هو الريديال آرتري أوكي الريديال آرتري أقدر أتحسسه هنا هنا وموجود بالروف بالفلور ببساطة هذا هو الاناتوميكال سناف بوكس احنا الآن قادنا أخذ فكرة بسيطة عنا نكمل الفكرة لما ندرس الهاند فالاناتوميكال سناف بوكس ببساطة طبعا احنا مثل ما قلت أنه الآن رح ناخذ ناخذ بشكل جزئي ونكمل إن شاء الله بعديا فالاناتوميكال سناف بوكس متكون من التندن أوف أكستنسر بولوشز لونغس والتندن أوف أكستنسر بولوشز بريفيس هنا اللي رح يكونن الاناتوميكال سناف بوكس وهذه الصورة بالداشت لاين قاعدة تبين بشكل أوضح هذا هو عبارة عن التندن أوف أكستنسر الأكستنسر بولوشز لونغس وهذا التندن مع الأكستنسر بولوشز بريفيس اللي قاعد يكونن الاناتوميكال سناف بوكس ولو نلاحظ أنه هذا الريديال آرتري مبين مننا أما عندي الأكستنسر السور للأبداكتر بولوشز لونغس فمبين لاترال للاترال أو حتى انتيريار انترولاترال أو انتيريار والاترال ونفس الوقت قاعد يكون ل للأبداكتر أو سوري للتندن أوف أكستنسر بولوشز بريفيس هذا المعنى هذا مهم أنه نتصور هاي الصورة بصورة مهم أنه تبقى الدماغنا أما النقطة الأخيرة اللي هي الـ فالـ أول شيء هو الـ 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 قاعد يكون موجود بالـ مهم مهم أنه أهم شيء هاي الـ يعني الآن بوني بوني كونتنت اللي هو الـ رح يكون على الـ من بعده يعني قاعد أتجه أنا من الـ فأول واحد رح يكون الـ ومن بعدها رح يكون الـ واخيرا رح يكون السكافويد والترابيزيوم ذني الـ من الـ البوني كونتنت من الـ للدستل ورح نتعرف عليهم بشكل دقيق إن شاء الله بالمحاضرة السابقة بالمحاضرات القادمة طبعا هذا لو نلاحظ أنه هذا الـ وعندي هنانا رح يكون الـ الـ هنان رح يكون ولكن الآن مو جدا واضح بسبب أنه يعني الموجودة هنانا اللي هي الـ الـ فرح نتعرف عليه بشكل أدق إن شاء الله بالمستقبل آخر أضلة رح تكون عندي هي الاكستنسر انديشز مصل الاكستنسر انديشز انه كتفسير اسمها اكستنسر معناها تتعمل اكستنشن انديشز جاية من الـ الـ اللي هو او او الـ هو او او بهذا المعنى هذه الأضلة رح ترتبط بما قاعد نشوف بالـ سوري رح ترتبط بالألنة وبعدها انه تكمل للـ هاذ هي العضلة اي اللي هي الموست او الموست او الموست الموست او الموست مما بين ذني الـ deep layer of posterior compartment of four arm هذه العضلة مهم انه نتذكر مكانها هنا ونميز بينها وبين باقي العضلات مهم هذا الشيء او وهذه ايضا العضلة قاعد تطيني صورة اخرى عن هذه العضلة هذه الاكستنسر انديشز قاعد توصل عندي للـ انديكس اما النقطة الاخرى فالاتاتاتاتتمنت مع هذه العضلة طبعا الاتاتاتاتاتيتمنت معال�로دها طبعا الاتاتاتاتاتيتمنت معاللتها رح يكون بجزء من الألنة وبالـ انتر اوسيس منبعين اما الـ الادستل امعاليتها فرح يكون على تداد منبع التامari بنبعى الالميدل والستال فيثل و the او أو الطابق هذا الصورة ايضا احنا اخذناها مسبقا عن العديقات الاكستنسر ديجيتورم نفس الفكرة يعني obtaining و eigenen صور الاكستنسر ديجيتية عسكي threw up and на كله guardians عربات رح يكون نفس الشكل نفس الترتيب ولكن الفرق انه الاكستنسر ديجيتورم رح رح توصل لكل الفور ميديال او بينما عندي راح توصل فقط بينما راح توصل للاندكس لهذا السبب الاندكس انا اقدر احدده اه صور اقدر احركه من خلال هذه الاضلة بشكل منفرد واحدة احركه ايضا اقدر احركه واحدة يعني اقدر اعمل له اه واحدة اي والاندكس ايضا اقدر اعمل له اكستنشن واحدة بينما يعني بشكل الى حد ما اقدر اعمل له فول اكستنشن لانا تنذني والاندكس اقدر اعمل لهن فول اكستنشن واحدهن بينما من اجي الى الى ما راح اقدر اساوي لهن فول اكستنشن واحدهن بسبب وجود الانتر كونكتن او الانتر تيندينس كونكشن هذا الشي اللي عرفنا بالمحاضرات السابقة فهذا هو عبارة عن الاكستنسر اكستنشن الاكستنسر اه اكستنشن بهذا المانا اللي راح يكون عبارة عن شي يغلف ونوصل هذا الشي عرفنا بالمحاضرة السابقة راح يكون عندنا السنترال باند او الميديان باند ويكون عندنا اللاترال باندس بهذه يعني بهذه البساطة ايضا هذه العضلة راح تعمل على ذني لثري جوينتس اللي هنا عبارة عن الميتا كاربوفالانجيال جوينت والبركسيمال انتر فالانجيال جوينت والدستل انتر فالانجيال جوينت لو نلاحظ هذه النقاط الحامرة هي قاعدة تتمثل بالضبط نقاط عمل ذني العضلات الثلاثة اللي هي الاكستنسر ديجتي مينيمي والاكستنسر انديشيز اما لهذه العضلة فكرت انه هي اه يعني لو نلاحظ انه ترتيب ذني العضلات ارتباطها بالالنة اول واحدة بعدها واخيرا الاكستنسر انديشيز بهذا المعنى هي قاعدة تكون المست ميديا والمست اما كتندنس اوكي فالتندن مالتها رح يرتبط مع مع الشيث لو نلاحظ هذا الكمن اكستنسر شيث الكمن اكستنسر شيث اللي هو الشيث اللي مغطي او مغلف التندنس اوكستنسر ديجيتورم وايضا التندنس اوكستنسر انديشيز رح يكون معاها لو نلاحظ معاها قاعد يرتبط معاها ويمشي وياها بهذا المعنى ايضا احنا هنا نبين نفس الشيء هذا هو عبارة عن التندنس اوكستنسر انديشيز ببساطة قاعد يبين عندي اهنانا كانرفيشن لي الاكستنسر انديشيز مصل رح يكون نفس النرف اللي يغذي الاوتيكروبينج مصل اللي هو البوستيري انتوراوسيسيس نيرب او اللي هو الكنتنواشن او ديب نيرب او ديب برونج او ديب نيرب طبعا كروتس مع هاي العضلة رح يكون السي سيفين بشكل مين والسي ايت رح يكون مينر الاكشن مع هذه العضلة رح تكون اكستنشن للاندكس بشكل منفرد لو تلاحظون انا اقدر اعمل اكستنشن للاندكس بشكل منفرد واقدر اعمل يعني اكستنشن للاخر اوكي للاخر اقدر اعمل اكستنشن فهذه العضلة رح اتمكن الاندكس انه يعمل اكستنشن اندبيندنتلي يعني بشكل مستقل عن باقي الاصابع لو لاحظ مثلا هذا الاصبع ما قاعد اقدر اعمل اكستنشن فل اكستنشن يعني حر يكون مثل الاندكس بسبب انه اكو انترتيندنس كونكشن اللي ما رح يخلي الديجتس انه تعمل اكستنشن اندبيندنتلي بهذا المعنى ايضا هاوز اكستنشن ايضا انه العضلة ممكن يعني ممكن تساعد بالاكستنشن اوف ده رست جوينت عندي بهذا الجدول قاعد يبين عندي كل المصص اللي تعرفنا عليها لحد الان كل التفاصيل عن المصص موجودة اهنان بشكل مختصر جدا اللي يحب انه يراجعهن يوقف الفيديو يراجعهن او موجودة اساسا بمحاضرة البي دي اف اللي تبقون الرابط منتها اسفل الهنان انتهت عندي المحاضرة اتمنى انه ما كانت كمية كبيرة من المعلومات لدرجة انه ما تقدرون ميزون ما بيناتهم اتمنى انه الامور كانت بسيطة بالنسبة لكم هذه كانت اخر محاضرة عن المسلز اوف اه فور ارم ان شاء الله بالمحاضرة القادمة رح نتعرف على الارتريز والفينز اوف اه فور ارم بعدها على النيرف بعدها رح يكون عندي سيرفيس اناتومي كلين كل كوريليشن واه اكيد رح يكون عندي روفيشن وتكون انتهت الفور عرم فنلتقي بمحاضرة أخرى